الخبر الأول اللي عادنا عن نور ستار ومحمد جواني والمشكلة اللي بياناتهم طبعاً ما يعرف شيء القصة الصائرة فالقصة كلها بدت قبل سنتين لما بيسألوا جواني نزلوا هذا المقطع واللي هو كان اختيار زوجة مستقبلية لجواني وبهذا المقطع جواني حجبه على بنين ستار اللي هي أخذ نور ستار وقال عليها انه بنين ستار شكلها مرعب وانه مستحيل الزوجها شوفوا هذه اللقطة لحطكم ياه بنين اختلى نور ستار ها بنين اختلى نور ستار ها ها اختلى نور ستار ليش ولله بنين انه بنين بنين حبابا ان شارك بجميعاً اوه انجاد؟ انجاد اوه مرعزك يعني بس بتعملي كتير شهدات روبي يعني مرتعب ان ايام من شكلك الصلاحة اوه في موت الصعه الجبر تحياتيلك لا بنين طبعا من الواضح انه نورستار الا الان ما نست هذي اللقطة بحيث نورستار لما نزلت هذا المقطع تقييم اليوتيوبر اللي كانوا ايه احمد ابو الرب بس وصلت تقييم لجواني شوفوا شنو قالت عليه بهذي اللي حطوكم ياها انا جواني مره حكي عن اختي بانين جواني كيف تحكي عنها؟ مش متلك حكي عنها بطريقة تنمرية اه في فرق يعني في فرق انا ما حب لما شخص يتنمر على شكل شخص ما بصير طبعا جواني مسكت ورد بي على نورستار فجواني نزل على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كان حط بي اللقطة القيمة بيها وكان كاتب مصدوم وين و ايه ما تحكيت على اختك عندك ما بعرف اللي تذكر يحكيلي يا جماعة طبعا مثل ما قلت لكم هو حكي عليها بهذا المقطع اللي حطوكم اياه بالوصف اللي حاب ان يشوفه كامل وبس والله يا حبايب يكتبون بالكومنتات هل تشوفون انه جواني كان غلطان من حجة الكلام على بني الستار او انه جرد شان هو ديمز احمه اكثر الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فاول اليوتيوبر اللي هو بيسان وانس وموفلوكز واختة فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كان بي صورة الاربعتهم وكاتبة فعله الجرس مقلب نار طبعا المقطع رح ينزل للساعة بالستة على قناة بيسان اسماعي اما اليوتيوبر الثاني فهي ياسو فالمقلب اللي كان مفروض تنزلن برحب ريدر ولكن للأسف فياسو نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت كاتبة بي الفيديو تأجل لبكرة لاسباب تقنية فالمفروض هذه المرة ينزل المقطع اليوم فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات المقلب انهم متحمسين ياسو او بيسان الخبر الثالث اللي عدنا عن نورستار وردها على اليوتيوبر اللي تهجموا عليها بسبب هذا المقطع فنورستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت بي عنجد هذا الفيديو مشاكل وبعدها قالت انه الى الان اربع يوتيوبر راسلوني بسبب هذا المقطع شوفوا الستوري عم تفتحونك بعدها نزلت استوري كاتبة صاروست يوتيوبر الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي على بيسان اسماعيل فبيسان نزلت على حسابها بالتيك توك هذا المقطع الجديد اللي كانوا اياها ويا موفلوكس كانت يسوون تيك توك وطبعا بما انه المتابعين ارفوا انه البث المباشر اللي فتحوه على قناة نارين هو كان مقطع مصور من قديم ومبث مباشر ومو نارين الى الان ما يحشونه يا باو فاتفجرت الكومنتات بالاشخاص يقولون انه بيسان هي السرقة موفلوكس من نارين فبنبدأوا يصورونه مع بعض نارين ومو مقاما ويحشونه مع بعض فهل من الممكن يكون هذا مثلا سبب خلاف نارين وموفلوكس لكن يا حبايب اكتبوا لي بالكومنتات هل تتوقعون انه بيسان سرقة موفلوكس من نارين او مجرد كانوا يصورون مقاطع مواكثة وبس والله يا حبايب اللي هنا وصلنا هات المقطعات اتمنى المقطع جاوكم لا تنسوا تحطوا اللاك تشاركوا بالقناة كانوا كيفية يا مقاطع مملكة القصص وبس مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة